السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبائي اه طلبة الصف الاول الابتدائي. ان شاء الله النهاردة معنا اه درس جديد من دروس اه الرياضيات. تعالوا مع بعض كده نقرأ اه اول سؤال. السؤال بتاعي كده بيقول ايه? اه عد واكتب بالخروف. طبعا يا ولاد احنا عندنا السؤال بتاعنا عد واكتب الحروف. الاركام بتاعتنا اللي احنا اخدناها اه واحد اثنان سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طبعا يا ولاد ده نعم هنكتبها بالخروف. يبقى هنكتبها ايه? بالعربي. تعالوا مع بعض نعدي كده مع بعض الولاد ها واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة. يلا بنا مع بعض. سبعة سبعة. طيب تعالوا مع بعض نشوف الشكل التاني. ها عندنا شكلين? واحد اثنان. واحد اثنان. يلا بنا مع بعض نستهجه. اثنان. اثنان. طيب. تعالوا مع بعض يا اولاد العرض بتاعي على الدرس من دروس الرياضيات وهو الجمع. تعالوا مع بعض نشوف اول سؤال. اجمع. تعالوا نعدي مع بعض. واحد اثنان. الشكل بتاعي واحد اثنان. يبقى انا يا اولاد عدي وكتبت اثنان. الاشوارة بتاعتي يا اولاد بتاعك الجمع اسمها زائد. اسمها زائد. يبقى زائد يا اولاد يعني اجمع. زائد يعني اجمع. زائد يعني اجمع. زائد يعني اجمع. تعالوا مع بعض نعدي الشكل التاني. واحد. يبقى احنا يا ولاد هنعد واحد اثنان اثنان وكتبنا الزائد. زائد يعني اجمع. وهنا معي شكل كمان زودته عليهم وهو واحد. يبقى لما نيجي نعد يا ولاد هيطلع لي الناتق بتاعي يساوي يساوي ثلاثة. هيساوي ثلاثة. هلو نعده مع بعض. واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. ممكن يا ولاد كمان نقول الكبير بتاعي فين? الكبير بتاعي هو الاتنين. الاسنان. الاسنان دي يا ولاد تروا ما هي كبيرة. ممكن كمان يا ولاد احطها في دماغي. زائد واحد. يبقى كبير في دماغي. هى اسنان. زائد واحد على ايدي. هى بعد fear بعد سنان سلاسة. يبقى طلع الناتج بتاعي مساوي سلاسة. يبقى الناتج بتاعي سلاسة. تعالوا مع بعض يا ولاد نشوف مسألة كمان. المسألة بتاعتي يا ولاد تعالوا كده نعد. ها? واحد سلاسة. تعالوا مع بعض نكتب يا ولاد سلاسة. زائد يا ولاد قلنا زائد يعني اجمع. زائد تعالوا نعد. الحاجة اللي انا هزودها عليها. ها? واحد اثنان. واحد اثنان. يعني كتبت ايه? اثنان. لما نجي يا ولاد يساوي يساوي يبقى انا عايز ناتج. يبقى النتج بتاعي يا ولاد هنعد مع بعض واحد. اثنان سلاسة اربعة خمسة. يبقى النتج بتاعي يا ولاد بيساوي خمسة. بيساوي خمسة. كمان يا ولاد ممكن اعملها بطريقة تانية. قلت لك عندي زائد يعني اجمع. يبقى عندي الكبير لازم يكون في دماغي. والصغير دايما بيبقى على ايدي. يبقى اللي احطه في دماغي هو السلاسة. زائد اسمان على ايدي بعد السلاسة ها اربعة خمسة. يبقى الناتج بتاعي يساوي خمسة. يبقى الناتج بتاعي يا ولاد يساوي خمسة. طب تعالوا مع بعض نشوف المسألة اللي بعد كده. تعالوا مع بعض نعد الكرات. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. بقولت لك زائد يا ولاد. قلت لك زائد يعني ايه? اه سمع حد بيقول لي اجمع. يبقى زائد يعني اجمع. زائد يعني اجمع. اه واجه كده عندي ها كم كرة? عندي كرة واحدة. كرة واحدة. يبقى الناتج بتاعي يا ولاد يساوي خمسة. يبقى الناتج بتاعي يساوي خمسة. يساوي خمسة. طب يا ولاد قلت لك كمان ها. احنا بنعمل بطريقة تانية بنقول ايه? اه ايك يبير في دماغي يوزه وغير على ايدي. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. ايه دي الخمسة. وقولت لك زائد يعني اجمع. وعندي كرة واحدة وهي واحد. يبقى يساوي يا ولاد ستة. يساوي ستة. طيب. تعالوا معي يا ولاد. ودي كانت طريقة. الطريقة الاولانية دي طريقة الايه? الافقية. كمان يا ولاد معي طريقة رقسية. تعالوا مع بعض نقرأ رقص السؤال. هنا بيقول لي اجمع. تعالوا نقرأ مع بعض رأس السؤال. اجمع ستة زائد ثلاثة. يبقى احنا قرينا المسألة بتاعتي الاول. ستة زائد ثلاثة. انا قلت لك يا ولاد الكبير فين? في الجماغي. يبقى انا بقول ستة في الجماغي وثلاثة على ايدي بعد الستة. سبعة سمانية تسعة. 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 يبقى الناتج بتاعي يا ولاد تسعة. تعالوا مع بعضهم نشوف المسألة اللي بعد كده. ها تعالوا نقرأ كده بيقول لي هنا ايه ها اجمع. ما نساش. اشارة الجمع بتاعي هي زائد. يبقى خمسة زائد سفرة يساوي خمسة. بقى تباري يا ولاد ان السفرة ده عبارة عن حاجة مش مرقودة. ها بتنزل الخمسة زين ما هي. برافو عليكم. فبتعالوا مع بعض يا ولاد نفرح المسألة اللغزية معي. بيقول لي يا ولاد مع احمد خمسة جنيهان. خمسة جنيهان. واعطاه والده جنيهان. احنا هنا يا ولاد فكرنا كلمة جنيهان وتبنىها بالحساب. عايز مني ايه? بيقول لي احسب ما مع احمد. احسب ما مع احمد. اه. هنا يا ولاد احمد معاه خمسة جنيهان. واعطاه والده جنيهان. يبقى احنا يا ولاد هنجمع. هنقول يا ولاد التمييز الاول بتاعي ما مع احمد بيساوي. الخمسة جنيهات يا ولاد حطناها وحطينا اشاورة الزائد بتاعي اللي هي اجمع. وحطينا الايه? الاسنان. اللي ايه? اعطاه له والده. يفقى يا ولاد يساوي الخمسة في دماغي زائد الاسنان على الايدي يساوي النادل بتاعي بعد الخمسة ستة سبعة. سبعة. يبقى سبعة ايه يا ولاد? سبعة جنيهان. سبعة جنيهان. وكده يا ولاد يبقى خلصنا مع بعض درس من دروس الايه الجرمية. صب اسمه رسل الصحة واحد ازسان واحد واحد يساوي يبقى مسئلة بتاعت وسألة طرح وسألة طرح أنا نورت الإشارة بتاعتي وإشارة الطرح مافيّه يطلع النقص يعني مافر يطلع معهد 1 werd 1 ندام 4 as an 1 20 yep يبقى فعلا يولاد أو واحد أو سلاثة يبقى في زهرتان هما المتوقيتين عندي يبقى ياولاد انا عدت عندي الأصهار بتاعتي ولقتها إيه واحد أو سلاثة ودي العدد بتاعي ياولاد بالحساب هي سلاثة ناقس ونورت الإشارة بتاعتي ياولاد وإشارة الطاقحي بتاعتي هي إطرحه وهي ناقس ناقس واحد بيساوي كم ياولاد بيساوي اثنين يساوي اثنان تعالوا مع بعضهم نشوفوا المسألة اللي بعد كده ها تعالون عيد واحد اثنان ها هذه ياولاد اثنان مكتوب عندي بالهسام ناقص ها واحد اه ادي الواحد بتاعي نورت الاشارات بتاعتي لاشارات بتاعتي بتقول لي اطرخ يعني معنا كده اسنان واحد يبقى انا هشيل واحد يبقى انا شلت الواحد ياولاد هيتبقى عندي كم واحد هيتبقى عندي كم ياولاد هي يتبقى عندي واحد يبقى نتعلم مع بعض التاني نأكد عليها بالحساب 2-1 بيساوي واحد يبقى نورت عندي إشارة و أكhireت عندي أن الإشارة بتاعتي بتقولي إيه؟ بتقولي أكره تعالوا مع بعضي أولاد تشوف المسائل بتاعتي اللي بعد كده فريص السؤال بتاعي بيقول لي إيه؟ بيقول لي أكره المسائل بالشكل ده يا أولاد عندي لكن لا أقرأ يا أولادMM المسألة التقوية أوي ستة وثلاثون ناقص إثنى عشر المسألة بتاعتني يا أولاد هنا جياني رأسية يبقى معنا كده يا أولاد أن أنا لازم أنور الإشارة بتاعتي وأعمل إسطول بتاعي يبقى أنور الإشارة وأعمل إسطول بتاعي تعالوا مع بعض يا أولاد قال لي يا أولاد ستة هنطلع ستة على إثنى يا أولاد وهنشيف منهم الإثنان تعالوا مع بعض هيتبقى كام يتبقى كام؟ أربعة أي تبقى أربعة تعالوا شوفوا الذي بعد كده قال لي سلاسة بقيت المسألة سلاسة ناقص واحد يعني سلاسة دي يا أولاد كثنا منها الواحد يتبقى عند كام؟ يتبقى عند إثنان يبقى يا أولاد أن المسألة بتاعتي الماتج بتاعي طبعاني أربعة وعشرون تعالوا مشوفوا holes العباز المسألة لبقى إلى أولاد تسعة وأربعون ناقص خمسة واعشرون أول شيء يا أولاد 30. فنور الإشارة واتأكيد أن الإشارة بتاعتي بتقول لي اطرح واطرح يعني ناقص طب وم beetюсь bak is bad yeahbook بأفصل بين الأحاد وبينا العشرات، ابقى بوصل بين الأحاد وبينا العشرات الاوالان هي ده، التي معين? الاحد الاحاد تحت الاحاد والعشرات تحت العشرات 9 ناقص خمسة سنظر كلنا على إثنى 9 ونشرح من نهج 5 يتبقى عندي الأربعة تعالوا مع بعض المسألة أربعة ناقص أثنين سنظر على إثنى الأربعة ونشرح من نهج 2 يتبقى عندي أثنين يتبقى برضو يا أولاد أنت عندي 24 يتبقى عندي السؤال الذي يقولوني يقولوني أكمل بنفس التسلسل أكمل بنفس التسلسل باقي أولاد يعلمني طريقة العرب برضو تعالوا نشوفوا مع بعض أول مسألة 36 37 يبقى أنا أولاد كده ماشي بالعرب اللي ايه اللي أنا عارفه بعد 37 38 39 40 يبقى أولاد تعالوا مع بعض المسألة 36 37 38 39 39 40 تبقى تعالوا مع بعض المسألة نشوفوا اللي بعد كده برضو يا أولاد وبيعلمنا طريقة العد ها 20 واحد وإيه 20 22 22 23 24 24 يبقى يا أولاد أكفل بنفس التسلسل هنا هم بتعلمني طريقة طريقة العد تبقى تعالوا نشوفوا السؤال يا أولاد بيعلمني طريقة العد وإن أنا لازم يا أولاد أعرف واتأكد من العدل بتاعي عشان أقدر إن أنا أكثر يساوي أو أصغر من أو أكبر من طب يا أولاد تعالوا مع بعض الأشكال اللي ايه في المسألة الجامرانية هذا علينا بتعلم Istanam واحد الاثنان أجيل 2 بتاعتي هذه الاثنان وهنا برضو الناحية الثانية واحد الاثنان أجيل اثنين ثم يثم هيا يولاد 하겠습니다 هذه الأوائم هي اولاد أن تعالوا مع بعض sini عادي الشكل اللي بعد كده بيقول لايه وهي واحد إثنان اجيل اسنا 11 من اثر من الثلاثة 1 و 2 ثلاثة 1 و 2 ثلاثة 3 أكثر من الثلاثة ن час المصدر تعلموا مع بعضا يولاين اadan ترى المسألة التواصلية يعنيى لي biقامني اجبا. اجب دي يولاد يقامني ايه. مع احمد خمس جنيهات اشترى 은ق elektron named بسلاس جنيهات. خم الباقي معهم. كلمة الباقي دي يولاد من الفاظ الترخي. انا يا اولاد اول ماانه كلمة الباقي الاسمال بتاعك بتقول ي. اطرح. بتقول لي. اطرح. يعني يا اولاد انا عمالكDI اcooligible كثيرة ضايرة على الرقم عcauseي mag comp Future وضايرة هنا تمانا على الرقم وخطة عcause cn MAC قسمت ب Zaib review غيرBoard لازم التمييز الاول لازم ااكد علي الباقي معه بيساوي 5-3 غيرiring 5-3 انا نورت الاشارة عشان ااكد لنفسي ان الشارطي بتقولي After giving pay im pay بقل لي احساسي's Xiaomi ا Space haciendo so username طلعت الخامسة على ايد ي diseers وااد وشفت منهم الثلاثة بيساوي 2 الاسمان هي التمييز الأخير بتاع يا أولاد زي ما ما كنتم عندي في المسألة وهو إيه وهو بنيهان ويبقى كده يا أولاد خلصنا درس الطرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته